موسيقى بنتكلم عن الفرق ما بين الحزن والاكتئاب اللي ممكن يصيبه الانسان في طبعا بعض الناس ممكن تشعر بالحزن لفترة طويلة وده بيخليهم يشكوا انه هم ممكن يكونوا اصبحوا مرضى اكتئاب فهل في فرق بين الحزن والاكتئاب فالحقيقة في فرق بين الحزن وبين الاكتئاب وفي بعض الناس او كتير من الاشخاص بيخلطوا بين الحزن والاكتئاب ولكن في فرق كبير جدا ما بين الحالتين بالنسبة ليه الحزن الحزن ده بيعتبر رد فعل طبيعي من الانسان بيصيب الانسان لما بيتعرض لخسارة او لخيبة امل او لمشكلة حياتية او التعرض لموقف صعب فرد فعل طبيعي ان الانسان بيشعر بالسوء او بيحزن والشعور بالحزن من وقت لاخر ده بيعتبر امر طبيعي وده جزء يعني لا يتجزأ من طبيعة النفس الانسانية او البشرية وبالتالي شعور الحزن بيختفي غالبا مع مرور الوقت بحسب يستطيع الانسان ان هو يمضي خدما في حياته وطبعا ممكن الانسان يتحدث عن الشعور بالحزن ببعض الجمل يعني ممكن الشخص نفسه يعبر عن الحزن ببعض الكلمات زي ان هو يقول انا اشعر باننا حزين او محبط او ممكن بعض الناس يقول انا كئيب لكن كل هذه الالفظ او العبارات او هذه الانطباعات لا تعبر عن الموقف بشكل دقيق انما هو موقف لحظي مع مرور الوقت بتختفي هذه الحالة ده بالنسبة للحزن اما الاكتئاب الاكتئاب امر مختلف عن الحزن فبرغم من ان الحزن بيعتبر احد اعراض الاكتئاب الشهيرة الا ان الاكتئاب حاجة اكتر تطورا يعني الاكتئاب بيعتبر امر مختلف تماما لما بنيجي نعرف الاكتئاب بنقول هو عن مرض عقلي بيأثر على المزاج وعلى طريقة فهم الانسان لنفسه وعلى الحياة وطريقة تعامل الانسان مع نفسه ومع الحياة الاكتئاب امر اكتر تطورا واكتر تعقيدا وزي ما ذكرنا بيكون من احد اعراضه البسيطة هو الشعور بالحزن الاكتئاب ينقص من عدة اقسام وانواع حسب الحالة فممكن الاكتئاب يصيب الانسان من غير اي سبب بيستمر فترة طويلة والاكتئاب ده بيكون امر بيفوق مجرد الشعور بالحزن زي ما ذكرنا بمراحل وبنجد دايما ان الاشخاص المرضى المصابين بالاكتئاب في العادة بيشعروا بفقدان الحيلة وفقدان الامل اذا الشعور بالاكتئاب هو عبارة عن شعور مضاعف بالالم والحزن هذا الشعور بيأثر على حياة الانسان وعلى عمله وعلى نشاطه وعلى ساعات النوم وعلى جميع جوانب الحياة كمان بيأثر على الجانب الصحي للانسان فبنجد ان الاكتئاب بيأثر على وزن الانسان بشكل كبير وعلى الروتين اليومي او الاعمال اليومية اللي الانسان معتاد على القيام بها الاشخاص المصابين بالاكتئاب في الغالب لا يستطيعون التعافي لأوقات طويلة انما الاكتئاب اذا الانسان دخل في هذا الحالة فبيحتاج لمساعدة طبية وعلى مساعدة متخصصة ولفترات ممكن تستمر لفترات طويلة من اجل تلقي العلاج المناسب والرعاية الطبية المناسبة بالنسبة لاعراض الاكتئاب اهم اعراض الاكتئاب اللي هي ممكن تظهر على الانسان وبتختلف عن مجرد الشعور بالحزن بشكل كبير هو ان الانسان هيشعر بالحزن والاكتئاب بشكل يومي وفي معظم الايام وبيشعر الانسان بفقدان الامل يوميا بيكون الانسان لا حيلة له وطبعا كاره كل شيء وبيكون يعني لم يعد عنده اي عزيمة او امن فقدان الاهتمام من الاعراض ايضا والرغبة بالنشاطة اليومية او الاشياء اللي الانسان كان بيحب يعملها في الاوقات الطبيعية زي ما ذكرنا اما نقصان او زيادة الوزن بشكل مفاجئ من اعراض الكتاب ايضا الارق او قلة النوم او زيادة ملاحظة في ساعات النوم اصبح بينام لفترات طويلة بيتجنب الاختلاط بالناس بيتجنب حتى ممكن ينام وهو صاحب بس بيتجنب يعني بينعزل تماما يتجنب اي نشاط اجتماعي او خروج او حتى مجرد الكلام مع اقرب الناس فقدان الطاقة ايضا من الاعراض وفقدان التركيز بشكل يومي والشعور بالزنب من غير سبب الغضب دايما او صعوبة اتخاذ القرارات في امور الحياة وممكن يكون من الاعراض طبعا المتقدمة للاكتئاب ان لم يتم علاجها والسيطرة عليها ان ممكن المريض يفكر في انهاء حياته وده طبعا بيكون في المراحل المتقدمة بالنسبة لعلاج الاكتئاب الاكتئاب زي ما ذكرنا على عكس الحزن بيتطلب علاج وهذا العلاج لا يتم الا بواسطة الطبيب متخصص الطبيب طبعا بيقوم بتشخيص الاكتئاب بالطريقة المناسبة في حالة استمرت الاعراض مع المريض لاكتر من اسبوعين متواصلين وبيعتمد طبعا الطبيب في علاج الاكتئاب حسب الحالة كل حالة بتختلف من حالة اخرى كل انسان استجابته بتختلف او المرحلة او الدرجة اللي وصل فيها من حالة الاكتئاب بيعتمد الطبيب على الادوية الخاصة بالاكتئاب بالاضافة طبعا الى العلاج من خلال الجلسات العلاج السلوكي ادوية الاكتئاب في العادة بيصحبها طبعا عديد من الاعراض الجانبية وبالتالي بيهم جدا المتابعة المستمرة من قبل الطبيب والطبيب لا يصف الادوية الا بعد ما بيتأكد بان نفعها بيفوق ضررها بمراحل وبيعتمد ده زي ما ذكرنا على مرحلة الاكتئاب الشق التاني من العلاج اللي هو يكاد يفوق في ايجابيته العلاج بالادوية هو العلاج النفسي العلاج النفسي جزء لا يتجزع من علاج الاكتئاب بيساعد في تحديد المشكلة ووضع الخطة او الاستراتيجية الامسل من اجل التعامل معها وعلاجها وممكن في الحالة دي ان المريض يتم ادخاله الى المستشفى في حال تفاقمت حالة الاكتئاب او درجة الاكتئاب او اصبح فيه وجود خطورة من قيام الشخصة بازاء نفسه او بازاء الاشخاص المحيطين به طيب هل ممكن مساعدة شخص مصاب بالاكتئاب طبعا التدخل السريع والمبكر في علاج الاكتئاب هو افضل طريقة والحل الامسل وبالتالي لو الانسان يعرف اي شخص مصاب بالاكتئاب فبينصح طبعا بانه يلتزم بالامور اللي احنا نتكلم فيها على ان هو يتحدث مع الشخص المصاب للاكتئاب على ان هو يقدم للنصيحة ويشجعه على العلاج وعلى ضرورة العلاج وتهيئته نفسيا العلاج طبعا بيتم في افضل مراكز العلاج مع الحرص طبعا على عدم الضغط يعني بصورة زيادة على المريض او على الشخص او ترهيبه باي وسيلة من الوسائل انما يجب ان العلاج يكون نابع عن اقتناع شخصي من المريض طيب كيف نميز بين الحزن والاكتئاب اهم النقاط اللي ممكن تساعد الانساء انه يميز بين حالة الحزن والاكتئاب ان الحزن عبارة عن مشاعر انما الاكتئاب عبارة عن مرض عقلي من علم الفروق الحزن عبارة عن مشاعر بتصب الانسان من وقت لاخر انما الاكتئاب بيبقى شعور قوي ملازم للشخص لفترة طويلة كمان الفرق ان الحزن قصير الامد الاكتئاب طويل الامد عادة بيتلاشى الشعور بالحزن بعد امرور فترة من الوقت وبيتخلى الاوقات الحزن بعد لحظات الفرح والضحك اما من حال اخرى الاكتئاب بنجد ان المكتئب بيستمر مع الاكتئاب فترة طويلة اعراضها سابتها لا تتغير بل بيزدد سوء في اوقات الصباح في بعض الاحيان لما بيستيقظ من نوم وبيرجع يستذكر الحال اللي هو فيها كمان الحزن هو عبارة عن ردة فعل انما الاكتئاب حال عامة غير طبيعية عادة بيصيب الانسان بالحزن ده نتيجة تعرضه لموقف معين مؤلم وده في رد فعل طبيعي والصحي للانسان زي ما ذكرنا على النقيد الاكتئاب بيكون في الغالب ليس له سبب واضح والانسان ما قدرش يربط الشعور بموقف او حادث معين كمان الحزن هو تغير مؤقت في المزاج اما الاكتئاب بيغير حياة الانسان 360 درجة قد يشعر الانسان بالحزن لفترة طويلة مدة طويلة ولكن بيمضي قدما في حياته بيستمر بيمارس اعماله اليوم بشكل طبيعي حتى في حال ازداد الشعور بالحزن عليه لكن الشخص اللي دخل في حالة اكتئاب او المصاب بالاكتئاب بيكون غير قادر تماما على اذهب للعمل او ممارسة اي عمل يومي او حتى الخروج من غرفة النوم يعني بتتوقف حياته بشكل مفاجئ وبشكل تام من الفروق ايضا الحزن امره شخصي اما الاكتئاب مرض بيمكن تشخيصه يعني ممكن نحن نقول على الانسان او الشخص انه حزين ولكن ده امره شخصي بيشعر به الانسان على النقيد انما الاكتئاب ليه عدة عوامل وخصائص ليه يجب ان يتم تشخيصها وتحددها على يد طبيب متخصص فمهم جدا ده كان اهم الفروق بين الحزن والاكتئاب في النهاية بنتمنى السلامة للجميع ونلتقي باذن الله لخير في فيديو جديد وموضوع جديد ترجمة نانسي قنقر